السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزتون وزيت الزيتون اللي أقسم به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من كتر فويده الرائعة جدا واللي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من شجرة مباركة رحنا على المعصرة وشفنا نوع الزتون واتعصر قدامنا وجبنا الزيت بتاعنا اللي يكفينا مدة طويلة عشان طبعا بنعبيه في أزايز صغيرة وطبعا زيت صافي أخضر جميل بيتمتع باللون الأخضر اللامع المختلف تماما عن اللي بتتباع في السوبر ماركت العلب والأزايز اللي بتتباع في السوبر ماركت المخففة المخلوطة طبعا إحنا لأننا خبراء في الزيت ما بنقتنعش أبدا بأي زيت بيتباع جاهز لازم من المعصرة مباشر وبكفينا السنة كلها بنجيب بالجركلين وبالتلاتة بحس يكفينا السنة كلها وطبعا استعملاتنا ليه كتيرة جدا بيدخل في الطهي وطبعا للسلطات والمقبلات والفول بيبقى مغمور بزيت الزتون والحمص ومقبلات كتيرة جدا بنستخدم فيها زيت الزتون ومش ممكن نستخدم حاجة تانية الزيت النباتي والحاجات دي استحالة طبعا نستخدمها يعني لازم زيت الزتون البكر الأصلي اللي جاي من المعصرة والمعاصر عندنا كتيرة وكلها بتنافس بعضها في أجود أنواع الزيوت وطبعا الأيام دي موسم تخليل الزتون وستات البيوت الشطرين كلهم بيخللوا الزتون بطرق مختلفة وانا حوريكوا طريقتي طبعا جبت الزتون التفاحي المشبع بالزيت يعني أجي أمسكه بإيدي زي كده بيتزحلق من إيدي لوحده أو شوف يعني من كتر الزت اللي فيه طبعا طريقتي فيه إن أنا ممكن أدق شوية لوحديهم بحيث إنهم يتاكلوا خلال أسبوع زمن مش أكتر والتاني بخليه صحيح زي ما هو ياخد راحته في التخليل شوف اللون ما شاء الله أول حاجة بحط له مية مملحة لمدة 24 ساعة وبعد كده بصفيه من المية سواء اللي دقته أو اللي ما دقتهش بصفيه من المية وبحطه في وعاء كبير طبق بلاستيك كبير لمدة ساعتين كده وعليه طبعا بغمره بالمية كويس عشان يصفي كل المرارة اللي فيه 24 ساعة مش أكتر طبعا كل واحدة وليها طريقتها وبعد كده بجيب اللي هو أنا دقته بالمداء وبحطه في برطمان بالتبادل مع شرائح اللمون وعصير اللمون والفلفل الأخضر والأحمر وطبعا ممكن إضافة التوم ممكن إضافة الجزر المبشور الكرفس زي كل واحد ما يحب وبالنسبة للزاتون اللي ما دقتوش بحطه زي ما هو وبحط عليه مية وملح وبس وقبل الأكل بعشر تيام طبعا بياخد وقت بياخد حوالي شهرين بياخد وقت طويل طبعا ممكن نفتحه قبل رمضان إن شاء الله بشوية قبليه بعشر تيام يعني قبل رمضان بعشر تيام إذا كان ملحه كتير طبعا أنا بزود فيه الملح عشان أضمن إنه يكون مظبوط يعني إذا كان ملحه كتير طبعا بخففه بالمية العادية وبعد كده بعمله طبعا بضفله اللمون والفلفل والإضافات المحببة لأي ست بيت وبيستعمل وهو صحيح وطريقة إنه يقعد 24 ساعة وبعد كده يتغسل من المية والملح دي بتضمني بيها إنك يفضل الزتون لحد ما يخلص تماما وهو جامد ومحتفظ بالقوام بتاعه لآخر لحظة طبعا إحنا دي المخللات اللي عندي عندي المش البلدي بتاعنا المشبع باللبن الرايب والزبادي والجبنة الملحة شوية والحليب البقري الطازة وعندي الزعتر زي ما انتو شايفينه في الصور ده بنجيبه برضو زعتر أخضر وبننشفه عندنا في البيت لازم يتغسل ويتنشف كويس وبعد كده بيتطحن وبنضف له زيت الزتون وبنضف له إضافات زي السماء وملح اللمون واللهم صلي على محمد السماء وملح اللمون والسمسم وكمون وكزبرة خضرة وإضافات كده محببة وطبعا بيستعمل كمقبلات مع زيت الزتون والزتون المخلل وكباية الشاي بالنعناع في منتهى الروعة هنا الزتون برضو الكبير الأسود تفاح كبير ماشاء الله بيسموه كلماري على ما اعتقد بنغسله كويس وبعدين الحبة دول حوالي 3 كيلو 3 كيلو حطت لهم حوالي 12 معلقة ملح وبعد كده بحطه في طبق بلاستيك مخرم زي المصفاية وتحتيه طبق تاني وبغطيه بصانية كبيرة يتغطى كويس أو بقماشة وبخليه 10 ايام وكل يوم بشيل المرارة وبقلبه بقلب الملح اللي فيه وقبل تخليله بيوم واحد بالليل مثلا متأخر بنغلي مية وبعدين بنحط الزتون في طبق بلاستيك مش مخرم طبعا وبنحط عليه المية من بالليل للصبح المية المغلية بيصفي كل المرارة اللي فيه بنصفيه من المية كويس جدا وبعدين بنحطه في البرتمان وبنغمره بزيت الزتون الأصلي وممكن نحط عليه شوية تخلي التفاح عشان خاطر يدي لمعة ولونه يحمر وطبعا بيفضل من السنة للسنة ده الزتون اللي انا عملته السنة اللي فاتت المغمور بزيت الزتون فضل الشوية دول نستعملهم عبل الزتون الأسود التاني ما يتخلل بياخد حوالي شهر لكن لو شققناه بالسكينة الزتون الأسود لو شققناه بالسكينة ممكن يتاكل خلال 10-15 يوم بالكتير طبعا بتكون مرارته نزلت أكتر المتشقق بالسكين بتكون مرارته نزلت أكتر ودي بعض من الخلطات والمخللات بتاعتنا طبعا الكميات الكبيرة بتتحط في جرد الكبير بنحطه في البلكونة وبنغطيه بعيد عن الشمس وبعيد عن أي بنغطيه بطاطين قديمة أي حاجة يعني وبننساه لحد ما يخلص اللي عندنا وبعدين نشوف في البراميل الكبيرة إن شاء الله كده الفيديو يكون فيه إفادة ويكون عجبكم إن شاء الله وأكيد طبعا موسم الزتون الكل بيطبا